منكم اللي قلقان وبيفكر كتير فممكن تجيك حالة الأرق أو خلال هرموني نتيجة الأفكار السلبية التي تدور حولك لهذا يجب أن تستجمع قواك وتحاول أخذ الأمور بأكتر واقعية بواقعية مهما كانت الوضعية اللي انت فيها يا برج الجديد كذلك يعني فيه منكم اللي تعرض للخيانة سواء من الأهل أو الحبيب أو الزوج أو حداخان الثقة فاش أنا شايفة يعني إحساس بالندم والدنب كذلك فيه منكم اللي منفاصلين فشايفة إحساس بالحزن والتعب يعني والتفكير بالماضي ففي مشاعر دنب وأسف يعني متعلقة بعلاقة سابقة هي تسبب لك التعاسى وتعاسى عميقة وكذلك شايفة إنه فيه تمني يعني للرجوع للماضي وتغييره في الوقت المناسب يعني كأنه فيه إنسان يقول يريد يعني لو يرجع الماضي وسوي كده وكده وكده يعني تسوي الشغلات قبل حصولها ففيه خيبة أمل تعرض طولة يعني خلتكم ضايعين وفيه مفترق الطرق فإنت تحتاج يا برج الجري إلى إيجاد طريقة للتشافي من الماضي والتعلم منها فبمجرد القيام بهذا ستظهر أمامك مجموعة من الأشياء الجميلة يا برج الجري فإنت لازم تتجاوز الشغلات اللي صارت معك أيًا كانت هذا الشيء اللي بيطلبه منك التعرض كان ممكن يكون الشيء اللي صار بسبب علاقة ولاتية شيء وارد كذلك قد تشير الورقة يعني إلى أنك تعبت من الوضع الذي فيه الذي أنت فيه دائما يعني كل مرة عمتعت الحب ويعني عم تكون مخلص ولكن ما عم تلاقي التقدير وإنت مليت من الوضع ومن الوقت يعني لقيت حالك في مفترق الطرق وعم تحاول تاخد قرار يعني كأنه حدا في مفترق الطرق عم بيحاول يأفد قرار في شغلة معينة ممكن شيء حدا تخلى عنك أو أنت انسحبت من العلاقة وأنت زعلان بسبب طرف ثالث سبب خيانة فالأمور يا برج الجدي يعني رح تتحسن وإن شاء الله خير يا برج الجدي فأنت لازم تطلع من الحالة هذه والآن سوف نمر إلى ما هو عاطفي يعني ما هو عاطفي في شغلات غريبة فرح نبلش شايفاك يا برج الجدي يعني كأنه قافل على حالك واخد جنب كأنك قطعت اتصالك مع العالم الخارجي أو مع الحبيب يعني كأنك قفلت كل التواصل واختفيت ولكني أنا شايفاك بعدك بتحب الحبيب يعني وبالطالب يعني بحكم أو بالعدالة فممكن يكون الحبيب يتزوج أو أنتو يعني في حلاقة ثلاثية لا يتحرك بحلاقة ثلاثية أو هو ممكن يكون هو الزوج وأنتو متباعدين مع بعض في عندي برج ميزان جوزاء دلو احنا ماشيين بالقراءة ورح أقول الأبراج اللي عم تظهر بالقراءة لأنه كل الطاقات موجودة ترابية نارية هوائية أو مائية كذلك مائية ولكن كأني شايفاك متعلق يا برج الجدي متعلق بالحبيب وفي مراقبة وحتى الحبيب بعده بيراقبك يا برج الجدي ولكني شايفاك عامل روحك مو مهتم وفي منكم اللي مختفي ومخبي مشاعره ومو عم يظهر أبدا فكأنك يا برج الجدي تعبت من الشي اللي صار ممكن تكونوا حاليا كل واحد في مكان أو كل واحد في بلد لأن اللي شايفا في مسافة بيناتكم في منكم اللي متعلق بالحبيب أو بشخص يعني متباعد عنه فممكن يكون أكبر منك الشخص هذا يعني لإني بشوفك إنه متزن وأكتر حكمة وعارف حال وشو عم يعمول في برج الميزان تور عزراء مهم خليني شوف طاقتك رح نشوف الطاقة تبعك طاقتك فعموما يا برج الجدي متزن واتق من حالك رغم كل شي صار فكذلك شايفا في منكم اللي عنده خيبة أمال من الشغلة صارت أو من علاقة ثلاثية يعني ممكن تكون دمرت علاقتكم أو حدفات على العلاقة ونفصلته كذلك في عمشوف في منكم اللي بعيد عن أهله ومشتاق لإلهم في اللي قاعد لحاله عمشوف في تفكير وذكريات يعني لحدا من الماضي بشتاقن له كتير انتو بتحبوا بعدكم يعني وكأنه صارت بيناتكم مشاكل ولكن شايفاك يا برج الجدي ماسك زمام الأمور يعني وبعدك يعني عم بتفكر فيه بعدك بتحبه في منكم نقل للحبيب يعني زعلان على الفراق اللي صار بيناتكم وبعده في ذكريات يعني كانت في بيناتكم يعني شغلات حلبة في رجوع لحدا لبعدكم في رجوع لحدا من الماضي ممكن تكون يعني كانت في بيناتكم علاقة طويلة في ذكريات والشخص هذا شخص يعني مليح يعني مو شخص صيء هو شخص طيب وبيحبك وبيشوفك شغلة حلوة وفي بداية جديدة انطلاقة يا برج الجدي ولكن الرجوع هذا لبعدكم رح ياخد وقت يا برج الجدي كذلك في شغلة غريبة عندي هون بالقراءة أحب يتشير إلى في منكم اللي متزوج ولكن بعده بيفكر بالحبيب أو بيحب شخص تاني هو مو مرتاح مزواجه شايف يا برج الجدي كأنك بدوامة كأنك خايف تمشي بالطريق اللي قدامك وعم تطالب بالعدالة وعم تطالب بحكم ممكن تكون قضية أو شغلة من هيك كذلك في منكم اللي الحبيب تركه وبلش حياتي بلش علاقة جديدة أو مشروع جديد أو مشروع زواج أو تزوج حتى لإني شايف الحبيب حاليا متزن ومشغول وبيفكر بمشروع يعني ممكن يكون مشروع زواج مشروع مالي شايفه مشغول بحياته كذلك يعني ما أخفيك أنه بفكر بالمشاكل اللي صارت ووصلتكم للشي هذا سواء كان وصلتكم للانفصال أو القضاء لإني شايفاه حاليا هو بطاقة اتزان وتفكير كذلك في منكم اللي شايفته كانت بينه وبين الحبيب علاقة من مدة طويلة وحاليا عم شوف في تباعد بينك وبين الحبيب هذا اللي علاقة كانت مدة طويلة بالسنوات يعني عم شوف منكم اللي فاصل قافل كل شي مرتبط في التواصل السوشال ميديا يعني كأنه عامل حالك مطمش ولا على بالك ومختفي وعم الطالبي يعني كأنه بالعدالة عدالة بحكم شغلة هيك بس أنا شايفك بعدك بتراقب الحبيب وهو كذلك بيراقبك لأنه بعده في ذكريات بيناتكم وهو حاليا بفكر يعمل استشفاء يعني وبيفكر إذا في مجال للرجوع أو أنت خلاص نسيته كذلك عندي في ورقة بتشير إلى حكم ممكن يكون مرتبط بالقضاء أو قرار يعني أخدوا الحبيب أو شغلة هيك يعني كأنه في انفصال عن شخص يعني بتحبه ممكن تكون أنت انفصلت عنه أو انفصلته بسبب يعني البعض كل واحد في دولة تانية منفسدين يعني كل واحد في دولة أو حتى تربطكما مع بعض ما علاقة طويلة ففي يعني تواصل روحي بيناتكم في برج القوث والحمل والأسد كذلك كما يحدرك التارو من القاء اللوم والاتهامات على بعضكما البعض لأن هذا قد يرهي العلاقة فالتارو بيقلك يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تسامحه يعني أن تسامح الشخص اللي معاك والأنت اللي بدك إياه على الأخطاء اللي صارت بالماضي أيًا كانت إذا كنت تريد التقدم في العلاقة هذه ففي منكم اللي شايفاه زعلان واخد جنب وكأنه أخذ قرار وقافل على حاله بعد خيبة أمل وصدمة من الأشخاص مقربين يعني مقربين كأنهم أقرب أو كانوا بالقلب نتيجة خداع أو خيان أو مكر أو عدم تقدير يعني كأنه الشخص هذا والناس هدول كانوا الحب ولسه بعدهم الحب ولقيت حالك واقع بعلاقة ثلاثية وقررت تطلع من العلاقة فشيفك زعلان كأنك مسافر أو بدك تسافر أو سافرت ولكن بعدك حزين يعني وفي زكريات أخذها معك وبعدها معك كأنك مربط كذلك في منكم اللي تطلقوا يعني في طلق موجود عندي في حدا تخلى عنكم يعني شريك حياتكم عم شوفهم بعدهم قاعدين داخل هاد الدوامة وفي منكم اللي عم يستنى حكم عم شوف يعني فيه إحساس فيه ناس عم تحس حالة وحيدة وتعبانة وكأنه العالم تخلى عنها يعني كأنه عم تسأل حالة ليش صار معي هالشي وليش الله مساعدني فالملائكة بتقلك يا برج الجدي المساعدة قريبة منك ولكن أفكارك السلبية تحجبها عنك عليك التقرب من الله وتعمل ميدتيشن وكل الأمور ستتحسن يا برج الجدي شايفة فيه لخبطة كبيرة وفيه المو هاي القراءة عادة فيه شغلات كثيرة بالقراءة فيه منكم اللي بعلاقة علاقة توأم الروح وصار بيناتكم كلام أو عناد أو الشخص هذا عنيد فشايفك أنه كل واحد واخد جنب أو متباعدين فالحبيب شايفك يا برج الجدي النسلي في الوضع هذا شايفك أنه أنت الحب وفيه تواصل روحي بيناتكم يا برج الجدي فالحبيب براقبك ومفتقلك شايفك تعباني يا برج الجدي خليني نشوف نشوف شايفك يا برج الجدي أنك ستصبح متحمس أو ممكن تقابل شخص جديد يعني في العمل أو في السفر وفي عندك بداية جديدة مع شخص يعني رح تكون مرتاح معه أو مع شخص من الماضي يعني شخص بتحبه لأنه الورقة هذه ورقة البداية الجديدة ورقة النجاح ورقة زواج خطوبة احتفال يعني شغلة حلوة يعني كما قلت أو ممكن شخص جديد أو شخص من الماضي يعني كنت على علاقة معه أو شخص يعني رح تحبه في شغلة حلوة رح تصير يا برج الجدي ممكن يعني زواج أو نجاح أو انتسار فأنا شايفاك رح تتقدم يا برج الجدي طالعاك الشمس ففي أحداد جميلة جاية بطريقك إن شاء الله يا برج الجدي بعد الشغلات اللي شفناها بالورق وشفنا الوضع تعبان وشغلات صارت معك يعني الشغلات متعبة يعني في شغلات حلوة جاية بطريقك في أخبار صارت في منكم اللي رح يتلقى هدية رح تكون مفاجأة إلو أو رح يوصل ويعني شي خبر حلو ملقياه رسالة شغلة في منكم اللي مر بتجربة قاسية يعني أو طلاق يعني أو متحمل مسؤولية كبيرة في كذلك اللي عم شوفي منكم اللي طلق وعندوا أولاد يعني هاي مسؤولية كبيرة ولكن عم شوفك يعني أكتر حكمة صارت أكتر حكمة وأكتر اتزاناً خصوصاً بعد الشي اللي صار معيك يعني بعد خيبة الأمال والهموم يعني اللي مريته فيها واحدة مريدة عن أشياء صارت بالماضي أو حتى عن وضعك المالي كذلك عم شوف في ناس متعلقين بشخص من الماضي أو بأحداث من الماضي أو شغلات صارت أو شغلات صارت معكم يعني كأنه في شغلة يعني غريبة رح تصير معكم يا برج الجري يعني كأنه في مساعدة رح تجيك يعني من السماء من الله رح يساعدك بشغلة شي معجزة رح تصير معك يعني شي انت ما كنت متوقع يعني شغلة انت كنت بتطالب بيها يعني كأنه حكم عدالة شغلة شغلة أو ممكن زواج في حدث سعيد إن شاء الله خير بس الموضوع هذا رح ياخد وقت يعني رح يتجاوز الشهر هذا أو ممكن ممكن يعني إنه رجوع شخص انت بتحبه شخص مهم بحياتك أو فيه انتصار يعني كنت عم تستنى يعني فيه شغلة رح تصير شوفوا الأوراق كيف اجت شي شغلة رقم واحد انت لازم تشوف شو يعني شي رقم واحد طالع لك يعني بطريقة غريبة ممكن بعد أسبوع في واحد شهر الجاي شهر واحد أو يوم واحد بس انت لازم تشوف رقم واحد شو بالنسبة إلك شو صار يعني ممكن يكون انت صار جاي لك بس فيه شغلة يعني يجي بطريقك يا برج الجلي رح تصير ممكن قضية رح تتحكم للصالحة كعدالة رح تحصل عليها فبتمنى إنكم تخبروني عن الشغلة هذي يا برج الجلي في التعليقات رح أستنى أعرف لأنه أنا صار عندي فضول أعرف إنه الأوراق يعني ما فاتوا إجوا بهالطريقة هذي فإن شاء الله خير يا برج الجليل كده يتعم بشوف يعني برج سرطال حووت في أبراج كثيرة موجودة عندنا بالقراءة هذي جوزاء فإن شاء الله خير يا برج الجليل شغلات كثيرة مريت فيها إن شاء الله الأمور رح تتغير لأنه ما في شي بيضل على حاله يعني ما في شي بيضل الأبد أهم الشي الإنسان إنه يفكر بطريقة إيجابية ويتقرب من الله ويتوكل عليه ويتفكر بالشغلات اللي بدوا إياها لأنه في مثل بيقول الشي اللي أنت بتفكر فيه هو الشي اللي رح تحصل عليه فإن شاء الله خير يا برج الجلي فبتمنى تخبروني عن الشغلة هذي الرقم واحد وإن شاء الله تنتبغ القراءة على أكبر عدد وتكون في طاقات يعني تشمل إن شاء الله أكبر عدد من المتابعين والسلام عليكم وفي أماني اشتركوا في القناة